من لندن مرسلنا هناك عمر المنير إذن عمر الصورة لديك تفاصيل الأرقام وأيضا التحذيرات الحكومية وهل من إجراءات جديدة يتم تلويح بها نعم يبدو ذلك أحمد أن هناك إجراءات جديدة سيتم التشديد عليها وخصوصا أنه ربما بلغت نسبة العمل من خلال المنازل نسبة كبيرة بعض الشيء لكن تحتاج بريطانيا الكثير والكثير من هذه الإجراءات وخصوصا العدد يتصاعد في كل أوروبا وبريطانيا خلال اليومين الماضيين تخطط العدد 2021 حالة وفاة حتى اليوم وحتى آخر إحصاء ومن المتوقع أن إحصاءات تزداد باستكشاف المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وخصوصا أن الحكومة بدأت في مشروعها باختبار عشرة ألاف شخص في اليوم على الأقل والهدف هو أن يصل العدد إلى 25 ألف شخص خلال كل يوم ربما هناك عجز في بعض الأدوات التي بدأت تستوردها بريطانيا ومثل أجهزة التنفس الاصطناعية وأجهزة التهوية كل هذا ربما يؤثر في عدد الوفيات وعدم استجابة الكثيرين بالتواجد في المنازل بسبب ربما الدخل اليومي الذي يعتمدون عليها ربما الحكومة ستحتاج إلى مزيد من فرد نزول ربما ينزل الجيش في بعض الأحيان ويكون هناك حضر التجوال في أحيان أخرى كل هذا يتوقع أن يحدث في الأيام القليلة مقبلة وخصوصا أن ما زال بوريس جونسون يقوم بعمل حكم من داخل العزل المنزلي ويبدو أنه الآن يحذر الجميع بأنه الأيام القليلة مقبلة ستشهد استياد كبير فيها على عدد وعلى جميع الانتزام بالإجراءات الحكومية الموجودة حتى هذه اللحظة أحمد نعم عمر المنير مرسلنا في لندن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك